أصوات عشرات المنتخبين المحليين في الميزان وحرب استقطاب كبيرة بين الغريمين السياسيين الأفلان والتجمع الوطني الديمقراطي لمنتخبي المجالس الشعبية البلدية والولائية قبل نحو عشرة أشهر كاملة على انتخابات تجديد هياكل مجلس الأمة المرتقبة نهاية العام الجاري فلا حديث هذه الأيام في أروقات مباني مختلف التشكيلات السياسية ومكاتب البلديات وأيضا الولايات إلا اقتناص أصوات المنتخبين لضمان مقعد بمجلس الأمة الذي تسيل امتيازاته لعب جميع المنتخبين حسب ما توفر من معلومات فإنه بعد ضم خمسة منتخبين في ولاية جيجل وعلى مستوى ولاية الجلفة مثلا نجح الأفلان الساعات الأخيرة في إقناع 14 منتخبا شاركوا في المحليات الأخيرة بقائمة حظة في الانضمام إلى صفوفه منهم من كانوا مناظرين في الحزب العتيد ومنهم من كانوا تحت لواء التجمع الوطن الديمقراطي وأخرون من جبهة المستقبل في المقابل نجح التجمع الوطن الديمقراطي في ذات الولاية في اقتناصها أكثر من 15 منتخبا بعضهم من الأفلان وأخرين من تجمع أمل الجزائر وأخرين من جبهة المستقبل أما بولاية الأغواط فنجح الأرندي في إقناع 32 منتخبا هذا وتسود حالة تكتم شديدة في ظل رفض المنتخبين المتجولين سياسيا الإفصح عن نواياهم الانتخابية خوفا من مذايقة قيادات أحزابهم بمنطق لا ولا آت حزبية باسم النضال فقط والمصلحة لا سيما المادية منها فوق الجميع تعيش الأحزاب هذه الأيام هجرة جماعية وسط منتخبها فالصوت لمن يدفع أكثر ترجمة نانسي قنقر